لها ليبو وحياة مليئة بالأسرار والأحزام تفاصيل آخر ساعات في حياة نعيمة عاكف فنانة متعددة المواهب راكسة وممثلة مغنية مولوجست مصرية هي من الفنانة القلائل التي تجمع بين كل هذه المواهب كسيرة حافلة رغم الكسر المدة أهلا بكم في كانوتي أخبار النجوم مع إيميل لسه مشتركش اشتركوا يحط اللايك والكومنت أختكم محتاجة دعمكم ولدت الفنانة نعيمة عاكف في طنطة في 7 أكتوبر 1929 والدها كان صاحب سرك كبير ومعروف في طنطة مش معروفه بس ده مشهور كمان ولدت الفنانة نعيمة عاكف لتجد نفسها وسط الوحوش والبهلونات لم تبدو على الفنانة نعيمة عاكف أي بوادر لحبها للفن فبدأ والدها بتعليم أختها اللي أكبر منها يزرع الحماس فيها وبالفعل زرع فيها الحماس والإبداع وأصبحت نعيمة بطلة السرك وبطلة فرقة الأكروبات في الوقت ده كان عمرها لا يتعدل أربع سنوات وكان جميع الجماهير بتأتي لمشاهدتها ولما شافت نعيمة نفسها نكحة والناس بتطلبها وابدحها في فقرة الأكروبات طلبت من والدها أن هو يعمل لها مرتب نظير عملها في السرك وتقدمها فقرة الأكروبات وكانت نتيجة ده أن أبوها ادها علق سخنة فكرت نعيمة أن هي تهرب من السرك وبالفعل هربت من السرك وهربت من والدها إلا أن بعض الناس قعدوها لوالدها مرة تانية وهي في سن العشرة تزوج والدها بأمرأة أخرى وده لأن أمها جابت أربع بنات فيما فيهم نعيمة زهق الراجل من خلفة البنات كان عايز الولد وبالفعل أبوها تجوز عشان يجي بالويد واتطلقت أمهم وثابت له طنطة وخدت بناتها معيها ومشيت نزلت إلى القاهرة وراحت أمها سكنت في شقة متوضعة في شارع محمد علي شارع محمد علي يعني شارع الفن تعرفت نعيمة عاكف على علي الكسار اللي أعجب بيها وفنها ومن فرقة علي الكسار راحت لفرقة بديعة مصابن ما هي بديعة مصابن هي وكيل الفنانين في القاهرة كل فنان كان عايز يشتهر كان بيروحوا كزنوا بديعة واشتغلت عند بديعة رقصة وكمان كان بتقول مونولوجو وقبل بديعة وعلي الكسار كان بتشتغل في ملاهي الكتكات اكتشفها المخرج أحمد كامل مرسي وخدها كرقصة في فيلم ست المنزل وبدأت نعيمة مسيرتها الفنياء اللي بدأت بفيلم حب لا يموت انتهت بفيلم أمير الدهاج وبقعت الجرات وما دول كان آخر أفلامها تزوجت الفنان نعيمة عاكف مرتين في حياتها المرة الأولى من المخرج حسين فوزي اللي قامل بموهبتها وعمل لها عقد احتكار احتكار في العام مش كده وبس ده عمل لها عقد احتكار زوجي طلب ايديها المخرج حسين فوزي اللي كان بيجبرها بخمسة وعشرين سنة والغريب ان نعيمة وافئت حسين فوزي كان بيحبها جدا وبيغير عليها جدا والزواج فضل بينهم خمستاشر سنة وفي مرة وهم قاعدين بيتعشوا جيه انور وجدي وقاعد وقال نكتة ضحكت نعيمة عاكف بصوت عالي اللي اصار غضب وغيرت جزها حسين فوزي وساعتها مسكها ضربها وطلبت نعيمة من حسين فوزي الطلاق ده بعد ما شاهرها وعمل لها خمستاشر فيلم من انجح افلامها وبعد كده تزوجت من محمد صلاح الدين عبدالعليم ده اللي كان بيشتغل محاسب القانوني بتاعها جابت منه ابنها الوحيد محمد محمد صلاح الدين ومحمد ابنها اصبح كل حياتها تعرفت نعيمة عاكف وزعستها وبقيت نجمة من سماء في سماء الفان من السفر للسرق والقمة ومن السيرك لمهرجان موسكو وبعد الشهرة والنجومية كان لازم نعيمة تتعلم جابت المدرسين علموها اللغة العربية والفرنسية والانجليزية فتحت حساب في البنك وامتلكت فيلا عربية وشقة على النيل حازت على جائزة افضل راكسة في العالم التي قدمها لها الشبان مهرجان الشبان الدولي بموسكو سنة 1953 ونجحة نعيمة عاكف نجح من قطع النظير وعملت بقى مجموعة من الافلام حب لا يموت اه يا حرامي العيش والملحة ست المنزل هليب وبلدي وخفة بابا عريس فتاة السرك حلوة الحب جنة ونار النمر مليون جنيه نور عيوني اربع بنات وزابط 1954 مدرسة البنات بحر الغرام لحبك يا حسن التمر حنة الزوج المتشرد الحقيبة الصمراء باقعة الجرائد بهدف حنة في امير الدهاء واسناء تصوير اخر افلامها امير الدهاء وباقعة الجرائد وتشعر نعيمة عاكف بقلم في معدتها وبدأت رحلتها مع المرض واكتشف الدكاترة ان القلم اللي بيجي لها في معدتها ده هو سرطان في المعدة وتعمل لها قرار علاج على نفقة الدولة ولكنها توفت قبل تلوع القرار توفيت الفنانة نعيمة عاكف في 23 يناير 1966 عن عمر 37 سنة بعد صراع مع مرض سرطان المعدة رح يملوها الفنانة الجميلة نعيمة عاكف واسكنها فسيح جناته لكل محبي الفنانة نعيمة عاكف اذا اعجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة اختكم محتاجة دعمكم